موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في نشرة اخبار العاشرة مسان من تلفزيون السلطنة عمان وفي ابرز العنوين موسيقى الارصاد الجوية تتوقع استمرار الرياح المحملة بالاتربة في اجواء السلطنة الى الثلاثة وتدني رؤية يتسبب بحوادث متعددة في عدة ولايات موسيقى بعد منافسة من فرق المسرح العربية السلطنة تحصد اربع جوائز رئيسية في مهرجان المسرح المغاربي بالجزائر موسيقى الرئيس اليمني المستقيل ينهي قامته الجبرية بالصنع بالوصول لعدن واستمرار المظاهرات الرافضة لسلطة الحوثيين موسيقى 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 اهلا بكم الى التفاصيل البعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعا برقية تهنية الى فخامة الدكتورة بيرليت لويسي حاكمة عامي سانتلوشيا بمناسبة ذكر استقلال بلادها تضمن التهنية وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتها ولشعب بلادها الصديق بالتقدم والازدهار تشهد بعض محافظات السلطانة هبوبا رياح جنوبية محملة بالأتربة وقدرت سرعة الرياح بين تسعين وثلاثة وتسعين كيلو مترا في الساعة الامر الذي ادى الى تدني الرؤية الوفقية وتوقعت الهيئة العامة للأوصال والملاحة الجوية ان يستمر تواجد العوالق الترابية حتى ثلاثا المقبل كما توقعت الهيئة هطول أمطار متفرق على ولايات محافظة مسندم وجبال الحجر والمحافظات المطلة على الساحل بحر عمان خلال اليومين المقبلين هذا وافارت شرطة عمان السلطانية عن تسجيل عدة حوادث مرورية في عدة ولايات بسبب تذن الرؤية الوفقية الناجم عن الرياح والأتربة وهو ما تسبب في إصابة العشرات بجروح خفيفة كما تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حرائق وقعت بمزرعة ومنزلين بولايتين صحم والرستاق وحول جهود التوعية التي تقوم بها الشرطة عمان السلطانية ينضم إلينا عبر الهاتف النقيب حمد بن هاشل لقريني النقيب حمد هل لك أن تطلعنا عن آخر المستجدات على طرقات والأماكن العامة المتأثرة بالحالة الجوية نعم طبعا من خلال مركز عمليات الشرطة الذي يعمل على تلقي البلاغات من مختلف محافظات السلطنة بما فيها البلاغات الواردة عن حالة عدم الاستقرار التي تقسد أجواء السلطنة خلال هذه الأيام والمتمثلة في هبوب الرياح وإثارة الغبار وإنقصة ضوية يمكن أن يكون هناك كثير من البلاغات التي تلقاها مركز عمليات الشرطة اليوم المتمثلة أغلبها في وقوع بعض الحوالث البسيطة بين المركبات كان أبرزها صباح هذا اليوم حالث بين سبع مركبات كانت أغلبها إصابات بسيطة بالمركبات وأيضا سلامت من كانوا في هذه المركبات مجموعة من البلاغات التي وردت لمركز عمليات الشرطة كانت بعضها مثل ما تفضلت أيضا فيها حرايق وضحطت تساقط للأشجار وبعض البلاغات أيضا وردت عن فقدان أشخاص في عرض البحر ولكن ولله الحمد أيضا تم العثور على هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا في عرض البحر بلاغات ومجموعة من البلاغات حقيقة أغلبها ولله الحمد كانت بلاغات بسيطة وتم التعامل معها في وقتها ولله الحمد بشكل عام كل ما تلقاه مركز عمليات الشرطة كانت أوضاع بسيطة وتم التعامل مع كل الأوضاع بشكل جيد في وقتها طيب ما هي كلمتكم لمستخدمي الطريق خاصة وأن اليوم السبت يشهد عودة الموظفين من مختلف المحافظات إلى مسقط نعم في مثل هذه الظروف عندما تنخفض الرؤية وتكون رؤية ضعيفة في الطرقات نتمنى فعلا أن كل قائد مركبة أن يكون حريص وحذر ويستخدم الإشارات التحذيرية وكذلك الإضاءات الكاشفة التي يتمكن من رؤية الطريق بشكل جيد وإذا ما كان هناك أيضا انخفاض في الرؤية نتمنى فعلا أن كل قائد مركبة يقدر الحالة ويقدر الوضع في الطريق ويتخذ القرار المناسب سواء كان بالتوقف أو أي تصرف آخر قد يرى مناسبا حتى لا يتعرض إلى أي خطأ نتمنى فعلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين قد يتعاملون في بعض الأحيان مع المزروعات أو مع مخلفات أي كان أن يكونوا حذرين لأن في هذه الظروف أي تعامل قد ينتج عنه يعني أضرار قد تنتد إلى أماكن أخرى وبالتالي قد يصعب السيطرة عليها نزول البحر في مثل هذه الظروف وكما أكد وأيضا الإخوان في الهيئة الأحمد الأفصاد والملاح الجوية أنه غير مستحب نظرا ليرتفاع الأمواج بالتالي نتمنى أن كل شخص في مثل هذه الظروف يقدر هذه الأجواء وبالتالي يتخذ الاحتياطات المناسبة حتى لا تكون هناك أي حوالث لا قدر الله إذن نسأل الله السلامة للجميع النقيب حمد بن هاش اللقريني شكرا لك أربع جوائز أساسية وشهارة تقدير حصرتها السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة خلال مهرجان المسرح المغاربي في دورته الثالثة بالجزائر حيث شاركت السلطنة خلال المهرجان بمسرحيتين نالت شارة النقاد لتميزه من جميع الجوانب مراسلون من الجزائر وليد زحاف وتفاصيلون أكثر سطع نجم المسرح العماني في سماء الجزائر من خلال مشاركة فرقتين مسرحيتين في مهرجان المسرح المغاربي في طبعته الثالثة المنظم بالجنوب الجزائري مسرحية العريش رسمت لوحة إبداعية أبهرة الجمهور الحاضر ما أهلها لنا لجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل كما حققت فرق المسرح العماني جائزة أفضل إخراج مسرحي للمخرج يوسف البلوشي بالإضافة لجائزتي أفضل سينغرافيا وأفضل ديكور مسرحي سعيد جداً وأيضاً ليس من السهل أن أضع بصمة عمانية هنا في هذا المهرجان وأحصل على جائزتين وأيضاً جائزة أفضل عرض متكامل وجائزة زيادة تحكيم الخاصة تجمع ثقافي مختلف ورؤى إخراجية مختلفة زاحمة الرؤى الإخراجية التي شاهدناها مسبقاً فكسبنا خبرات جديدة وثقافة مختلفة ولأن أفراد الفرقتين المسرحيتين صنعوا الحدث استقبلوا استقبال الأبطال من قبل ساعدة سافر السلطنة لدى الجزائر الذي أشاد بالعمل المقدم خلال المهرجان المكلل بجوائز هم أتمنى ما تكون هذا أول مسابقة خاصة بالنسبة للجزائر أتمنى أن تشاركوا في السنوات القادمة وحقيقة الكل كان هنا يسأل عن المسرح ويسأل عن الأشياء الثقافية حقيقة في البلد وأنتم الآن وصلتم إلى هنا وإن شاء الله ستصرون في السنوات القادمة أو حتى الأشهر القادمة الحمد لله إصرارنا وتكاتف الشباب أو إبراز علم السلطنة في هذا المحفل المغاربي هو اللي جاءت نتائجه بأحرار أربع جوائز المنافسة كانت شديدة بين أربعة عشر فرقة مصرحية صنعت الفرجة على مدار أربعة أيام وساهمت بقدر كبير في احتكاك المصرحيين فيما بينهم وتبادل التجارب وهو ما يؤكده رئيس لجنة التحكيم العرض هذا الذي قدم ومصنوع صناعة جمالية عالية يعني كان بالنسبة إلينا حقق الإبهار لعضاء لجنة التحكيم وكل لجنة التحكيم وافقت بالإجمع على أن هذا العرض المصرح العريش يحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة نتمنى أن نشاء الله نقدم ونشارك في عروض قادمة والحمد لله هي فرحة لا توصف أننا حصدنا على أربع جوائز المصرحيون العمانيون نقلوا ثقافة السلطنة إلى الجزائر وعرفوا بمروثها الثقافي الزاخر ليحققوا بذلك شعار المهرجان تواصل اتصال جامع للفنون في أول مشاركة مصرحية عمانية هنا بالجزائر تخطف مصرحية العريش الأضواء وتحصد الجوائز الكبرى وهو الأمر الذي يؤسس لمشاركة فرق مصرحية للسلطنة خلال الأشهر القادمة هنا بالجزائر وليد زحاف تلفزيون سلطنة عمان الجزائر استمرارا لنهج التعليم والتدريب المستمر في منظومة الخدمات الصحية وفي إطار السعي دائم للارتقاء بقدرات ومهارات العاملين في القطاع الصحي نظم مستشفى نزوى مؤتمرا طبيا تناول موضوع الجلطة الدماغية واسطى مشاركة فاعلة من مختلف الفيات الطبية بالسلطنة أكثر من مئة مختصين يعملون في مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة جمعهم مؤتمر الجلطة الدماغية بمستشفى نزوى لبحث مستجدات العلم في هذا الجانب ودراسة إنشاء وحدة للجلطة الدماغية في المستشفى رفع المهارات المهنية للأطباء الذين سوف يتم تدريبهم من قبل الفريق الطبي المشرف وهذا طبعا يعود إلى نفع المرضى وإلى الاهتمام الأكبر حيث أثبت الدراسات أن وقود وحدات الجلطات الدماغية في المستشفيات تعود بالنفع الكبير للمرضى من ناحية التحسن السريع ومن ناحية عدد الأيام الترخيص تقل بنسبة كبيرة المشاركون بالمؤتمر يرون فيه أهمية بالغة لإثراء مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى طبعا هذه أهمية كثيرة بالنسبة لنا خاصة للمرضى اللهم المرضى الباطنية مرضى الجلطات الدماغية يفيدونك كده عشان نفس الشي نعمل رفرش للمعلومات اللي عندنا نحاول فيه أن نقدم رعاية الصحية اللي تناسب المريض خاصة للمرضى لهذه الأمراض لأنه مو أمراض طبيعي ممكن تحصل لأي مريض ممكن يشافى منه في أي وقت مناسب بس المرض هذا يحتاج له وقت يحتاج لعناية صحية بداية من الدكتور الممرض وبعدها العائلة الموجودة في الهيطة ازدياد حالات الإصابة بالجلطة الدماغية على مستوى السلطنة نتيجة التغير في أنماط الحياة الصحية من أبرز المواضيع التي سعى المؤتمر إلى مناقشتها المعطيات هي في تزايد كثير في الإصابة بالجلطة هذا التزايد يأتي من الأسباب كثيرة أول شيء الأسباب المؤدية للجلطة في تزايد كثير داخل المجتمع المعطيات تبين أني حوالي ما يقارب من واحد إلى اثنين إصابة كل يوم وهو ما يؤدي إلى أكثر من 365 إصابة في السنة وهذا عدد كبير يحتاج مننا نحن كأطباء في جميع المستشفات داخل السلطنة ليس في نزوة أو السلطاني أو في صحار أو في أي من المستشفات الكبيرة ولكن كل المستشفيات الأخرى كذلك على المجتمع أيضا التعرف على هذا المرض الذي بدأ في تزايد كبير داخل السلطنة كيفية تجنب الإصابة بالجلطة الدماغية وطرق العلاج للإصابات داخل وخارج المؤسسة الصحية وسبل العلاج المتبعة حاليا ومستجداتها مواضيع لم يغفل المنظمون من إدراجها ضمن البرنامج العلمي والعملي لفعاليات المؤتمر وتبقى تطلعات المشاركين في المؤتمر قائمة بأهمية إنشاء وحدة للجلطة الدماغية في مستشفى نزوة في ظل تزايد مؤشرات حالات الإصابة التي تستقبلها المؤسسات الصحية بالمحافظة سعيد بن ذيب الهنائي محافظة الداخلية من مقر مستشفى نزوة اختتمت اليوم مسابقة الرماية التقليدية بولاية الخابورة حيث شهدت مشاركة أكثر من 250 راميا على المستوى الفردي بجانب عشر فرق وكان سلاح السكتون في مقدمة الأسلحة التقليدية المستخدمة رعى المسابقة معالد دكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بحضور معالد دكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة وتلفزيون ميدان فريق الخابورة للرماية بولاية الخابورة جسد صورة من صور الحفاظ على أحد الموروثات العمانية التقليدية الأصيلة من خلال مسابقة الرماية السنوية التي شهدت مشاركة واسعة من الرماية سواء على المستوى الفردي أو الفرق في رماية السكتون بمختلف المسافات مئتان وخمسون رام تنافسوا على رماية إصابة الأهداف وعشر فرق من مختلف ولايات محافظة شمال الباطنة رسموا صورة معبرة للمنافسة الشريفة وهم يتسابقون على إسقاط الأطباق وإصابة الأهداف بكل دقة واستحضور غفير من محبي هذه الرياضة التقليدية العريقة جاءت هذه المسابقة تجسيداً للموروث العربي الأصيل واستشهاداً بالهدي النبوي الشريف وتجسيداً للعادات والتقاليد العمانية عمان غنية بالموروث الجميل الرائع وإحدى هذه الموروثات هي رياضة الرماية التي جاء تنظيمها على مستوى محافظة شمال الباطنة لهذا العام تجسيد الموروث العماني الأصيل رسمته أيضاً فرق الفنون الشعبية وهي تطرب الحضورة بالفنون العمانية المغنى وبفن العازي لتحين لحظة التتويج بتكريم الفائزين من الفرق والأفراد الذين استطاعوا خطف ألقاب وجوائز المراكز الأولى لهذه المسابقة والتي أفرزت رماتاً سيشكلون إضافة جديدة لرمات مهرة في رياضة الرماية التقليدية بالسكتون كان الاستعداد مكثف من عندي ونسعيد بهذه المناسبة حصوله على المركز الأول في مسابقة السكتون الفردي المبارك في هذا المشاركة الطيبة ما بين الفرق والحمد لله حظنا على المركز الأول بجهود الإدارة وبجهود الشباب إذن حرص كبير من أبناء ولايات محافظة شمال الباطنة في الحفاظ على الموروث العماني التقليدي الأصيل وهم يرسمون لوحة معبرة في الحفاظ على الرماية التقليدية بكافة تفاصيلها عبدالله بن عامر ألويهي من ميدان الخابورة للرماية ولاية الخابورة محافظة شمال الباطنة وصل الرئيس اليمني مستقيل عبدالرب ومصور هادي لعذن قادماً من صنعاً رغم لقامة الجبرية التي فرضها المسلحون الحوثيون على منزله منذ شهر وعلى الصعير الميداني قتل أحد المتظاهرين المناوئين لجماعة الحوثي في محافظة إب ووصيب ثلاثة ناخرون تتسارع الأحداث في اليمن ومعها تتجه الأوضاع نحو مزيد من التعقيد لسيما بعد مغادرة الرئيس اليمني المستقيل عبدالرب ومصور هادي منزله بصنعاً بصورة مفاجئة والوصول إلى محافظة عدن جنوب اليمن بعد مرور شهر من تقديم استقالته ووضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل مسلحي جماعة الحوثي وتوازياً مع ذلك علقت القوى السياسية اليمنية مفاوضاتها التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر عقب هذه التطورات بانتظار ما ستأول إليه الأوضاع خلال الساعة المقبلة نزول الرئيس عبدالرب منصور إلى عدن شيئاً يحمل في طياته نوع من الغموض فقد يدير يمن قديد من محافظة عدن كون العاصمة صنعاء محتلة من قبل مليشيات مسلحة وجماعة مسلحة فنطالب من جميع الأطراف السياسية أن يخرجوا البلد من هذا الوضع الذي نعيشه مغادرة الرئيس هذه للعاصمة صنعاء جاءت بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن توافق الأطراف السياسية بصورة مبدئية على تشكيل السلطة التشريعية وإضافة مجلس آخر إلى جانب مجلس النواب يسمى بمجلس الشعب الانتقالي يضم كافة القوى غير الممثلة في البرلمان اليمن بحاجة إلى مخرج وأي اتفاق اليمن سيكون قابلين أن يخرجوا الناس إلى طريق لكن من خلال التجربة التي شهدناها لا يكون هناك التزام يوقعون على اتفاقات وينتقفضون عليها قبل أن يقف المداد وتوازياً مع ذلك تتأزم الأوضاع على الأرض حيث قتل أحد المتظاهرين المناوئين لجماعة الحوثية في محافظة إب على أيدي مسلحين يرتدون زي قوات الأمن فيما أصيب ثلاثة آخرون في تفريق تظاهرة جابت شوارع المحافظة كما شهدت محافظة تعزم هراجاناً حاشداً طالباً من خلاله المحتجون بعودة الدولة لممارسة مهامها وإخراج المسلحين من المدن وهو ذات الحال في العاصمة صنعاء التي شهدت وقفة احتجاجية مناهضة لجماعة الحوثي غموض وضبابية يسيطران على الأجواء في اليمن في أعقاب التطورات الأخيرة التي جعلت الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات ليبقى معها الشارع اليمني مترقباً لمآلات الأوضاع خلال الساعة القادمة جمال الأشوال تلفزيون سلطنة عمان صنع قتل أربعة أشخاص على الأقل في تفجير استهدف مراب مستشفى القرداحة في ريف اللاذقية وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة مضيفاً أن بين القتلى جنديين يذكر أن القرداحة هي مسقة رأس رئيس السوري بشار الأسد وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لحادث من هذا النوع منذ بدين نزاع السوري أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن أن الولايات المتحدة وبريطانيا تفكران في فرض عقوبات إضافية على روسيا التي تمارس سلوكاً غير مقبول في أوكرانيا حسب تعبيره وقال كيري قبل مباحثاته مع هاموند إنه يجب أن يكون هناك اتفاق على جولة جديدة من العقوبات مشيراً إلى تنافي سلوك العمل الذي تقوم به روسيا مع الانفصاليين من خلال مدهم بالسلاخ والجنود من جهته نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم أي دعم مباشر للانفصاليين شرق أوكرانيا أقب تاكيد حلف شمال الأطلسي أن القوات الخاصة والمدفعية ووحدات الدفاع الجوي الروسية لا تزال ناشطة في أوكرانيا أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد أشتون كارتر اليوم أنه يتعين إعادة النظر في قرار سحب القوات الأجنبية من أفغانستان وذلك بعيد وصوله المفاجئ للعاصمة كابل وقال كارتر في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني أنه يجب إجراء خوار جاد مع القيادة الأفغانية بشأن مراجعة سحب القوات مضيفا أنه من المقرر أن يزور القادة الأفغان الرئيس باراكوباما الشهر المقبل لإجراء المزيد من المباحثات من جانبه قال الرئيس الأفغاني أن الحكومة الأفغانية تحترم إطار الرئيس الأمريكي الخاص بوجود قواته في أفغانستان تستعد أستراليا لموجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية هناك انخفاض قوة الإعصار الذي ضرب مناطقها الشمالية والشرقية وتسبب في أضرار دون تسجيل ضحايا ومضعت السلطات الإسترالية جنودا في حالة تاهب للمساعدة في إزالة أثار الإعصار في ولاية كوينزلاند بعد أن تسبب الإعصار مارسيا في هطول أمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها 125 كم في الساعة وذكرت هيئة الأرصاد الإسترالية أنه من المتوقع أن تتعرض إستراليا لموجة نشد من الأمطار الغزيرة مع تحرك العاصفة سريعا باتجاه البحر نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل أكثر من 179 مليون ريال عملي إجمالي وإرادة الصيد الخرافي خلال عام 2014 اشتركوا في القناة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار رياح المحملة بلاترما في أجواء السلطنين الثلاثة وتدني رياح يتسبب بحوادث متعددة في عدة وليل بعد منافسة من فرق المسرح العربية السلطنة تحصد أربع جوائز رئيسية في مهرجان المسرح المغاربي بالجزائر الرئيس اليمني المستقيل ينهي قامته الجبرية بصنعه من وصول لعدن واستمرار المظاهرات الرافضة لسلطة الحوثيين أهلا بكم من جديد بلغ إجمالي قيمة الصيد الحرفي حتى نهاية عام 2014 أكثر من 179 مليون ريال عمني وذلك حسب الإحصائيات الصادرة على المركز الوطني للإحصائي والمعلومات إجمالي كمية الأسماك المنزلة في السلطنة بأنواعه الحرفي والساحلي والتجاري شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% حتى نهاية عام 2014 مقارنة مع الأعوام الماضية الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أفادت بارتفاع إجمال كمية الصيد الحرفي بنسبة 1.9% لتصل إلى 205376 طن بنهاية عام 2014 مقارنة ب203454 طن خلال عام 2013 وأضافت الإحصائيات أن القيمة الإجمالية للصيد الحرفي سجلت نموا بنسبة 11.1% لترتفع إلى أكثر من 179 مليون ريال عماني في 2014 وذلك بعد أن سجلت حوالي 160 مليون ريال في 2013 فيما شهد إجمال الصيد الساحلي المسجل بنهاية ديسمبر من العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 126.2% ليصل إلى أكثر من 3000 طن مقارنة مع المسجل من الفترة ذاتها من عام 2013 والبالغ 1390 طن محافظة الوسطى تصدرت من حيث كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي خلال العام الماضي مسجلة أكثر من 54 ألف طن تلتها محافظة شمال وجنوب الشرقية بحوالي 51 ألف طن ثم محافظة الضفار بأكثر من 33 ألف طن أما محافظة شمال وجنوب الباطنة فقد بلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بها 32 ألف طن بنسبة انخفاض قدرها 5.5% فيما سجلت محافظة مسندا ما يقرب من 1800 طن بارتفاعا قدره 7.7% عن عام 2013 وفي محافظة مسقط بلغت كمية الأسماك المنزلة بواسطة الصيد الحرفي 13500 طن بهدف اكتشاف المواهب والابتكارات في محافظة الظاهرة افتتحت بحصن ولاية عمري فعاليات الملتقى الأول للمواهب والابتكارات والذي يستمر ثلاثة أيام يأتي الملتقى بتنظيم من لجنة السياحة بفرع غرفة التجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة وفرق الظاهرة للمواهب وبالتعاون مع دارة السياحة بالمحافظة منان طالبة في الصف الثاني عشر لديها موهبة تاليف الشعر والرسم والكتابة والفنون التشكيلية وجدت في هذا المكان فرصة مناسبة لإبراز هذه المواهب المجيدة سكنت قلوب يا سيد عمان ورايتك بيضة جعلك الله جعلك الله ذخر لموطني وارواحنا قدوة على نهجك على نهجك يا قابوس الزعيم على نهجك يا قابوس الزعيم أقدامنا تمشي على نهجك يا قابوس الزعيم أقدامنا تمشي بك نفاخر بك نفاخر شعوب الأرض شبان بكل خطوة مثل أول وإلى جانب منال كانت الهنوف والسعيد والسيف والكثير من أصحاب الابتكارات والمواهب في محافظة الظاهرة على موعد مع فعاليات ملتقى المواهب والابتكارات الأول الهدف من هذا الملتقى تشقيع على الاستمرارية وتطوير هذه المواهب اللي عندهم الملتقى ضم بين جانباته والزوايا العديد من الفعاليات والابتكارات والرسم والفن التشكيلي والصور الفنية هذه الملتقيات تبرز مواهب الطلاب وجميع الذين لديهم مواهب وتجعل الموهبة بصمة في الوطن لأننا نحن نعرف وندرك تماما بأن المواهب هي التي تصنع الوطن هي التي تبني الوطن ولم يغفل الملتقى حضور المرأة العمانية بالظاهرة والذي تجلى في عرض الصناعات والمشغولات اليدوية إلى جانب تقديم الفنون العمانية المغنى هذا الابتكار هو في مقال الفضاء طبعا نعرف أنه في الفضاء لا توجد قاذبية فهذا يؤثر على صحة رواد الفضاء ويؤثر على قدرة حركتهم فالابتكار أنه المركبة تنشئ قاذبية اصطناعية عن طريق حركة دورانية فيقدر رواد الفضاء أنهم يمشوا على قدار المركبة الفضائية مجموعة من الفعاليات والأمسيات الشعرية والفنية ستتواصل حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري في حصن ولاية عبري محمد بن سعد العلوي من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة سقل المواهب الطلابية وتنشية أجال وفقار وأن تربوية وإيجاد بيئة ملائمة لنشاط الفكري والجسدي للطلاب كانت تبرز أهداف الفعاليات الطلابية التي نظمتها مدرسة المضيبي للتعليم الأساسي في محافظة الشمال الشرقية طلبة يلتقون هنا في يوم مفتوح ترتسم على محياهم تلك الفرحة العارمة حيث يلعبون ويمرحون ويبرزون مواهبهم الرياضية وسط مشاركة واسعة منهم وهم في مرحلة الطفولة وتشجيع الهيئتين الإدارية والتدريسية بمدرسة المضيبي للتعليم الأساسي قامت المدرسة اليوم المفتوح على السنة الثانية على التوالي طبعاً هذا السنة كان بمشاركة الاتحاد العماني لألعاب القوى في تفعيل حقيبة الألعاب القوى للأطفال في الأهداف المتوقعة من هذا اليوم المفتوح كان تعريف المجتمع المدرسي بالجميع الألعاب والفعاليات والمسابقات التي تقدمها الاتحاد أو سقل المواهب الرياضية الموجودة للطلاب في المدرسة الصورة الأجمل في هذا اللقاء المفتوح هي تلك المعاني السامية للألفة والإخاء ما بين الطلبة وهم يصطفون صفوفاً متراصة يتحاورون بلغة الطفولة الجميلة التي تشعرك بالراحة عند الالتقاء بهم استفدت أن تنمية الموهبة والنشاط والقوة ونشكر هذه المدرسة أن شويتنا هذا اليوم المفتوح جميلة جداً واستفدنا منها واكد ونشكر إدارة المدرسة على تقديم هذه الفعاليات وعلى هذا اليوم المفتوح شاركت في أحد الفعاليات ومنها شد الحبل وأتمنى أن يتكرر هذا الشيء وأشكر إدارة المدرسة اليوم استمتعت كثيراً وشاركت مع زملائي ببعض الفعاليات مثل كرة القدم والقفز والعبة التتابع اليوم المفتوح كان حافلاً بالفعاليات متنوعاً ما بين تلك الألعاب الرياضية ككرة القدم وألعاب القوى والألعاب الشعبية التي جسدها مجموعة من الطلبة والطالبات في ظل ذلك التحفيز الذي تقوم به المؤسسات التعليمية لطلبتها على مواصلة الإيجادة في كافة الفعاليات التربوية فعاليات متنوعة تشهدها المؤسسات التعليمية بولاية المضيب حيث أجواء من الفرح والمرح والألعاب الرياضية المختلفة التي تسعى من خلالها إدارة المدارس إلى تنويع فعالياتها التربوية والتعليمية سعيد بن سيف الحبسي ولاية المضيب محافظة شمال الشرقية نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء لدفع عجلة التنمية أوربي نحن نصنع وقود الحياة مكاسب جليدة سجلتها الشركات الصناعية المدرجة بسوق مصطل الأوراق المالية الأسبوع الماضي مما دفع مؤشر قطاع الصناعة لارتفاع نحو 65 نقطة ليصعد إلى 8747 نقطة مسجلاً على صعود للمواشرات القطاعية من حيث عدد النقاط خلال الأسبوع الماضي وسجلت أسهم كل من المهى للسيراميك والأنوار لبلاطي السيراميك والخليج الدولية للكيمويات والوطنية لمنتجات الألمنيوم والجزيرة للمنتجات الحديدية سجلت ارتفاعات ملحوظة مدعومة بتحسن نتائجها المالية وتسعى الشركات الصناعية المدرجة بسوق مصطل الأوراق المالية إلى زيادة مبيعاتها المحلية وفي أسواق التصدير والمحافظة على أدائها وأبدت عدة شركات تفاولها بأداء جيد خلال العام الجالي شهد مطار مسخط الدولي ومطار صلالة خلال الشهر الأول من العام الحالي ارتفاعا في حركة المسافرين والشحن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن عدد المسافرين عبر مطار مسخط الدولي بما فيهم المحولون قد ارتفع خلال شهر يناير بنسبة 9% والبالغ عددهم حوالي 852 ألف مسافر مقارنة بحوالي 780 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع عدد المسافرين القادمين خلال شهر يناير من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى أكثر من 425 ألف مسافر مقارنة بما يقارب 390 ألف مسافر خلال شهر يناير من العام المنصري قررت منطقة اليورو تمديد برنامج الإنقاذ المالي للأزمة اليونانية لمدة 4 أشهر أخرى على أن تقدم ثينا بحلول مسائل 2 القادم لائحة إصلاحات يتعين وأن يوافق عليها دائنها وأكد يوريون دي سالبلوم رئيس منطقة اليورو خلال المؤتمر صحفي أن 4 أشهر تعتبر مهلة مناسبة لجهة التمويل بالنظر إلى التحديات التي يتعين رفعها لدائنها وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في حين تأخذت ثينا بعدم الإعلان عن إجراءات جديدة وحالية لحل حالة تبعات أزمتها المالية واحترام وعودها بدفع ديون دائنها قام المشاركون في أعمال مؤتمر المواقع والمنتزهات الأثرية الذي سوف تبدأ أعماله الاثنين القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام بزيارات إلى منتزه البليد الأثري ومدينة سمهرم التي تاتي ضمن مواقع أرض اللبان المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي موقع منتزه البليد الأثرية الذي يعد واحدا من مواقع أرض اللبان التي صنفتها ضمن قائمة التراث العالمي للونسكو كان أولى محطات الزيارة للمشاركين في مؤتمر المنتزهات والمواقع الأثرية والذي سوف تبدأ أعماله في الثالث والعشرين من فبراير الجاري الذي سوف تستضيفه السلطنة ممثلة في مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية رئيس فرع المجلس الدولي للمعالم والمواقع في السلطنة تنظيم أول مؤتمر دولي على المواقع الأثرية والحدائق الأثرية هذا سيعطي فرصة لخبراء الذين استدعوا من عدة أطراف من العالم من آسيا، من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا وطبعا من العالم العربي لكي يدرسون أولا ما هي أهمية هذا المواقع المشاركون في مؤتمر المنتزهات والمواقع الأثرية تجولوا في منتزه البليد الأثري وفي متحف أرض اللبان الذي يضم قاعتين رئيسيتين وهما قاعة التاريخ التي تتفرع إلى ستة أقسام والقاعة البحرية التي تنقسم إلى سبعة أقسام لقد بدأنا باكرا اليوم في زيارة المتحف البحري والمتحف الأركيولوجي في صلالة وكانت مفاجأة سارة لنا إذ رأينا كم أن السلطنة سخية بالنسبة للمحافظة على التراث المحطة الثانية والأخيرة في برنامج زيارات اليوم الأول كانت في مدينة سمهرم الأثرية التي صنفت هي الأخرى ضمن مواقع أرض اللبان في قائمة التراث العالمي فقد كانت سمهرم من أهم الموانئ المشهورة في جنوب شرق الجزيرة العربية في تجارة اللبان منذ أقدم العصور التاريخية ويستطيع الزائر إلى هذا الموقع التعرف على الآثار القديمة لهذه المدينة وكذلك زيارة المتحف الذي تم تخصصه للزوار في نفس الموقع ويضم العديد من المعروضات بالإضافة إلى عرض لمواد في المية باستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد مؤتمر متفرد في كونو بدأ المؤتمر بمجموعة من الزيارات المدنية لمواقع التراث العالمي فزورنا متنزه البليد ونتحف أرض اللبان والحين نحن في موقع سماهرم الأثري كل هذه المواقع وغدا أيضا قبل بداية المؤتمر نحن نقوم بزيارة واجدوكا ومنطقة شصر للتعرف على مواقع التراث العالمي المختلفة مؤتمر منتزهاته والمواقع الأثرية الذي يترقبه الكثيرون من المهتمين بالأثار يشارك فيه نخبة من العلماء والمسؤولين التنفيذيين من منظمة اليونسكو والمجلس الدولي المعالمي والمواقع بباريز ومن بعض المؤسسات العلمية والأكاديمية العالمية التي تهتم بالتراث الثقافي العالمي إضافة إلى المؤسسات العمانية الثقافية والعلمية المتخصصة أصبحت دول العالم الآن تتسابق في إبراز تراثها للعالم وتستفيد منها من عدة جوانب من ضمنها الجانب السياحي بلا شك أصبحت هناك السياحة الثقافية والسياحة الأثرية أصبحت تأخذ مكانة متميزة من أنواع السياحة الأخرى يساهم ما يعرف بسياحة المتمرات في تنشيط الحركة السياحية في محافظة الثفارة في مختلف المواسم وعندما يتم تناول في مثل هذه المتمرات المواقع والمنتزهات الأثرية التي تشكل عناصر جذب مهمة للسياحة فحتما أن الفائدة سوف تكون أشمل وأعم محمد بن أحمد أسليم المهري محافظة الثفار وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعنوي الأرصاد الجوية تتوقع استمرار الرياح المحملة بالأتربة في أجواء السلطنة الثلاثة وتدني رؤية يتسبب بحوادث متعددة في عدة ولايات موسيقى بعد منافسة من فرق المسرح العربية السلطنة تحصد أربع جوائز رئيسية في بهرجان المسرح المغاربي بالجزائر موسيقى الرئيس اليمني المستقيل لينهي قامته الجبرية بصنعاب الوصول لعدن واستمرار المظاهرة الرافضة لسلطة الحوثيين موسيقى شكرا لكم على كرم المتابعة دمتوم بصحة وعائل موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدنا وإلى آخر الأحوال الجوية تسبب نشاط الرياح الجنوبية في العديد من محافظات السلطنة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب انتشار العوالق الترابية وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتشير التوقعات إلى التراجع نشاط هذه الرياح للنهار القادم وتأثر أيضا بعض محافظات شمال السلطنة بالرياح الشمالية الغربية الباردة وبالتالي عودت الأجواء تدريجيا إلى الاستقرار ودرجات الحرارة إلى وضعها الطبيعي إذن نشاهد معا هنا التوقعات للنهار القادم بالنسبة للرياح في محافظتي الظفار والوسطى تبقى رياح جنوبية نشطة أحيانا وكذلك هو الحال على سواحل السلطنة المطلعة على بحر العرب ويبقى البحر متوسط إلى هائج الموج ويصل وقصة ارتفاع له مترين ونصف المتر بالنسبة لمحافظة تمسندم أيضا الرياح جنوبية غربية هنا غرب المحافظة تصل إلى 25 عقدة ويتأثر بحر عمان بشكل عام بالرياح الشمالية الغربية النشطة ويكون هائج الموج ويصل وقصة ارتفاع له مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار الحال ذاته هنا بالنسبة لسواحل السلطنة المطلعة على بحر عمان والبحر هائج الموج ويصل وقصة ارتفاع له ثلاثة أمتار مع احتمال تدفق بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح على سواحل الباطنة ومحافظات مسقط وبالتالي تبقى الأجواء غائمة جزيان في مسقط ودرجات الحرارة عند أواخر العشرينات في رستاق 30 درجة مع فرص لتشكل بعض السحب أيضا قد تتسبب بعض الأمطار المتفرقة على الجبال خلال فترة ما بعد الظاهرة سحار أيضا هناك فرص لبعض الأمطار المتفرقة وكذلك هو الحال هنا في محافظة مسندم في خصب ودرجات الحرارة العظمى تعود إلى منتصف العشرينات شمال الشرقية إبرا فرص لتشكل بعض السحب المحلية 29 درجة 30 هنا في مزوة مع بعض الفرص لأمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظاهرة على جبال الداخلية وفي الظاهرة أيضا في عبر 26 درجة وفي البريمي 25 درجة مع احتمال بعض الأمطار المتفرقة في صلالة 27 درجة أيضا مع بعض السحب المنخفضة على المناطق الساحلية والجبلية ثمريت 31 هيما 32 درجة أيضا مع بعض السحب خلال فترة الصباح الباكر السحب المنخفضة خصوصا على المناطق الساحلية في مصير 28 درجة والأجواء غائمة جزئيا وفي الأشخرة 27 مع احتمال أيضا تواجد بعض السحب والأجواء مستقرة هنا في صور ودرجة الحرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية إذن كان هذا كل ما لدينا من أخبار للتقص حتى الساعة شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة